عسلما مرحبا بكم في فيديو نجد الفيديو اذايا حول اسألة طرحوا هالي الاولياء في القناة شني يسألوني انا ولدي ناقص في مادة الانتاج الكتابي والقراءة بربي اعطيني طريقة نخدم بها معا في العطلة باش يتحسن ووحدة اخرى قالتلي شكرا على النصائح والدي ناقص في انتاج الكتابي سنة ثانية وشكرا به باش نقراركم اقتراحات بعض العباد عبر وسائل التواصل الاجتماعي زيدة برشا سئلو السؤالة داية فما اليوم صدفة لقيت في جروب حكاية امرأ تسئل من فضلكم كيفاش النجم نغرم صغاري بالمطالعة والديراء ودعيف في القراءة وفي الانتاج باه نقرأ ونسمع مع بعضنا شنية الاجوبة متاع الاولياء شنية اقتراحاتهم واعطوني انتم رايكم واناهي اللي معناها اقتراحة صحيح معناها اقتراحة نافع واناهو الاقتراحة الغالط باه اول امرأ شنية قالت انا نقول لهم كل واحد يكمل عشرة قصص ياخذ كدو هام قاعدين يتنافسوا باه الثانية قالت اقري انتي وبوهم طو يطبعوك باه وفمش كون قال خليهم يختاروا العنوين وحدهم باه اللي مبعد شنية قالت المكتبة العمومية غادي تتعرف على تليمذة انديدها وتنافس شكون يكمل القصة وشكون يلخص يخليها تتغرم مادام حميدة ذاية شنية قالت انا يقراو برشة اما مستفادوش منهم ما عرفتش كيفيش يستغلوا القصص في تحسين مستويهم في الانتاج الكتابي باه وفمش كون قال اقرأ لهم انتي قبل ما يرقدوا في الليل طو كل الليلة يصيروا يقولوا لك نحبوك تقرأنا القصة لا وفمش كون قالت كل يوم خاصص 4 ساعة مطالعة انتي وياهم لازم تبدأ بروحك مدام وتنجم تخليهم يقرأوا قصص قصار بصوت جميل وسجللهم فيديو وتهبط في الكروب بيش تزيد شجعهم به وفم ما دام هنده ذي شنية قال اقرأ معاهم قصة وإلا كتاب وتفكريني وخصص وقت للمطالعة للناس الناس الكل انتي وبوهم معاهم طو تشوفوا كيفيش يوليوا يقرأوا مش انتي تشد التاليفون وإلا التابليت وتحبهم هما يطالعوا قصص هذية ضحكتني والله يعطيها الصحة هذية هو صحيح بيه ومدام وفاء شنية قالت مدام وفاء استنى دقيقة نرجع للتسجيل مدام وفاء بيه مدام وفاشنية قالت خذ قصة وبدأ أقرأها طوي تلموا بيك صغارنا صغارنا لكل زعام يحرموا علينا التاليفون نحنا نشدوه هما يوليوا الكل يحبوا يشوفوا فاش نتفرجوا اقرأها مع بعضكم وبعد ابدوا ووحكوا عليها شفاويا وبعد قلم اللي يكتب لي جملتين بقات في مخوا ملقصة عنده مفاجأة طوي تغرموا بيها بيه اكتبونا في تعليقه ان المعلومة معناها الاقتراحة صحيح وناول الاقتراحة الغالط طوي بيش نعطيكم انها صائح بيه نعرفوا نحنا صحيح اللي آآ أطفانا الكل في العصر آآ هدايا آآ صغار الكل يفضلوا مشاهدة التلفاز والالعاب الإلكترونية بلايستايشن إلى أخيري والكمبيوتر يتصفوا على الكمبيوتر ولكن نصيحة هامة قليل من التجيع سيعود بمزيد من النفع نقدم بعض النقاط صغيرة وتجارب سريعة بيش تشجع صغيرك على القراءة وعلى بيش تحسن أيضا في الإنتاج الكتابي به أولا الخطوة الولانية أنك تقرأ لصغيرك قبل النوم من عمر ما بين ثلاثة سنوات وخمسة سنوات هذه فترة مهمة جدا علاش؟ لتعرف الطفل على أهمية القراءة وبناء ذكريات عن الاستمتاع بقراءة القصص وحطي في الغرفة متاع صغيرك كتب صحيح نحن نحطوله ألعاب لكن نزيد نحطوله كتب باش يعرف اللي الكتاب هو كصديق يسليه به الخطوة الثالثة كون المثال ودعي طفلك يشاهدك وأنت تقرأين القصص أو الكتب به فصغير يصبح عنده معناها قراءة القصص شنية؟ هواية يولي يحب معناها قراءة القصص وقراءة الكتب به وكوني ثالثاً كوني المثال وخلي صغيرك يشوفك وأنت تقري الكتاب وألا القصة وتستمتعين بقراءة بالقراءة الصغار اللي هنا كي تبدي أنت مستمتع بالقراءة الصغير زيداً أيضاً يستمتع ويبدأ ما تشوق أنك معناها تكمل القصة وماذا بها حتى تكمل القصة تزيد تعاودي هلو مرة أخرى به الخطوة الرابعة بالنسبة للأطفال اللي أعمارهم كيف ما نقوله مثال أكبر سنة مثال فوق من العشرة مثال لهنا حاولي تقديلهم قصص من عمرهم هما القصص أذية وألا الكتبة اللي مثال صغيرك يقرأ مثال في السنة الخامسة وألا في السنة الرابعة قولي له إشنية تحب القصة وألا الكتاب على إشنية بالضبط الموضوع اللي يحب عليه هو باش يقرأه ويبدأ معناها مستمتع في قراءة القصة وألا الكتاب وفي نفس الوقت كلمين باش إلخص القصة بعض لا يقراها في فقرة قصيرة من هنا كي يعرف يعبر يولي في الإنتاج الكتابي يتحسن بالكتاب يولي زدها بتبيعها في الإنتاج الكتابي يتحسن في التعبير يتولي جيها يولي عنده خيال واسع أيضا به به وسجعي طفلك أنه يختار بنفسه الكتاب وألا القصة من غالة تفرض عليه القصة اللي يحب عليها وألا الكتاب اللي يحب عليه وشجعي باش يبدأ يقرأ اختار مثال قصة أي شجعي طو باش يقراها وقليلو أي باش تتحكيلي على شنية تحكي القصة ذي معنا تتحاولوا تبدي تسئل هو يبدأ يحكيه لكونتي كل مرة تبدي تسئلي فيه به وشنية آخر زيدة حاولي حفزي وشجعي تحفيز رو عنده دور ذي لتعزيز الثقة في النفس تعزيز الثقة في نفس طفلك باش طفلك يولي عنده ثقة في روحه تولي زيدة شخصيته قوية به بعد التحفيز به باش نعطيكم معلومة اهمة وتحذير تحذير 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 انك تكافئ صغيرك بعد قراءة القصة وقال الكتاب انك تكافئ تقول له تك تكمل القصة تنعطيك التالي فوق وقالك تكمل القصة وقال الكتاب نخليك تتفرج بزيد سويع في التلفز هذه اكبر غلطة علش على خاطر صغير هنا يولي يشوف اللي معناها مشاهدة التلفز او الهاتف معناها اهم من القصة وقال الكتاب لذلك بش تكافئيه كافئيه على مثال انك تخرج في نزه او الا مثال تقول له تنع انا خذلك مثلجة غلاس مثال وا الا اي حاجة معناها انت تعرف تكافئيه مكافئة بيه بش تشجعيه انه يحبك القصص ويتعود انه يقراهم وتفاق قصة يولي يقول لك يشير لي قصة اخرى وهكذا الدولة الاستمرارية يقول لك الدوام ينقى برخام ولدك كي يداوم على قراءة القصص راوت تولي مخيلته واسعة يولي عنده خيال واسعة حتى في التعبير يولي يجيه اي موضوع يولي يعرف يعبر يعرف يعبر ويولي ياخد اعداد قوية ويتحسن حتى في القراءة اذا كان ولدك مضعيف هذي فرصة العطلة اذيه وانا اعطيتكم انشرت اخر مرة الفيديو شنية فيه هالفيديو اذيه فيه كيفيت عمل برنامج العطلة الصيفية لابنك وكيفيت استثمار ابنك في العطلة الصيفية اذيه معلومات هامة جدا راوة حتى اذا كان ولدك عنده عصر القراءة قراني عملت فيديو على علاج عصر القراءة علاج عصر القراءة راو بيتكم انتوما لا يبيد لا طب ولا روضة انتوما في العطلة اذيه مش تقول العطلة لازم صغيري يقعد في الدار وشيخ ويلعب ودرجنية يامن عاشو من احيان حتى حتى يرجع يقراء لأيكا ولدك ينسى المعلومات دروس اللي قراها لذلك لازم فما مراجعة اتنحط لكم البرنامج البرنامج اذيه كيفية عمل البرنامج في العطلة الصيفية وكيفية استثمار البرنامج البرنامج في العطلة اتنحطها في البيت متاعك معناها في الكوجينة وكيفية اي بقعة النصائح هذيك مهمة جدا وشني اخر بخصي وقت معين بش تبقي مع صغيرك بجيب الشقرة القسم بجيب الشقرة بجيب الشقرة كالحاجتك المشتتت الذهنية حاولت بعضها عليكم حتى التليفون سكرية بش ما يسونيش على خاطر اذا كان سونى التليفون تنسي حتى كنتي تعملي صحيح وإلا لا به لذلك تولي تاتة تمشي تعملي حاجة اخرى وتنسي صغيرك مرة واحدة لذلك في الوقت المحدد اذيه اللي بش تحدد ديها بش صغيرك يقرأ القسم حاولي حاولي معناها تبعدي عليك التليفون مرة واحدة تبع معناها تبعدي حتى على المكان اللي فيه التلفيسة تسكر التلفيس المشتتت ب سيفة عامت بعضهم أعليكم به بالنسبة لطفلك صغير اللي تهلك في القراءة معناها يلقى صعوبة في القراءة عنده عصر القراءة أقعد بجنبه وعاوني في القراءة مثلش حاولي أقري له انت كل مرة مش تقري له قسة كاملة قسة كاملة ودقل له أي طو أقرأ أقري له مثال صفحة الأولانية وقت يتحسن يعرف يقراها بالكتابة صفحة الأولانية يهاجي المرة الأولى يهاجي المرة الثانية يهاجي المرة الثالثة من بعد يتحسن بالمعناها كي يعاود برشة مرات يولي يقراها مسترسلة ما عادش يلقى صعوبة في القراءة به وحاولي انك ما تأنبيش صغيرك لأنك إذا كان تأنبيه لهنين يفقد ثيقته في روحه ولهنين يولي يكرهها قراءة القصص وتكرهيه حتى فشنيا في قراءة الكتب لذلك النصائح هذه هامة جدا وحاولي انك تطقيها وحاولي معناها معناها تبدي منتوق مع صغيرك وشجعيه يكمل بعد يقرأ القصة كيف إيه؟ باش قولي له تكمل تقراها وتلخصها هو يلخص هالك مثال تقول له على شنية تحكي القصة هو يحكي لك عليها وكل شيء وتبدي انت تسألي فيه ومبعد يكتب تلخيص الشامل على القصة اذيك باه ومبعد لا تكمل القصة تشري له قصة اخرى وتبيعها ومتنسيت باش تكافئيه باه شكرا على حسن متابعة والاهتمام تنحط لكم زيدا الفيديو متاع عصر القراءة زيدا في اخر الفيديو رأوا المعلومات هامة جدا حاولوا تعاودوا تسمعوه الفيديو مثال اش عاودوا اسمعوه برشة مرات لانها معلومات معلومات هامة جدا والقنات امتاعي غنية عن التعريف بالحق غنية عن التعريف مقارنة بالقناوات التونسية شفتم قناوات امتاعي امتاعي معلومات امتاعي 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 شكرا على حسن متابعة ما تنسوش باش تقترحوا اعلينا وعندكم اي سؤال اي استفسار خلوا هنا في تعليق اسفل الفيديو واكتبونا في تعليق شنية رايكم في الفيديو اذا يدعمكم لنا يساعدنا على نشر مزيد بالنسبة للفيديو تلكل القناة بها عاودة برشة مرات اللي هي صدقة جارية على الضابة وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم ولا اموتا بارتاجوا اللي بيديو ذا معناه كل ما بارتاجها عندك صدقة ما عندكش باش تصدق هاو اذية فرصة باش تصدق بها صدقة جارية على جميع المؤمنين دمتم في حبد الله ان شاء الله عيدكم مبروك وربي يعاونكم على طربية اسفاركم دمتم في حبد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة